شاشات المائة هرتز تعتبر مثيرة للجدل لأنها أبطأ من شاشات المائة وخمسة وستون لكنها أيضا أسرع من شاشات الستين هرتز وطبيعي أنها تأتي بينهم في الفئة السعرية ففعلا وضعها محير نوعا ما لكن من الجيد حقا أن هذه الشاشات انتشرت في الأون الأخيرة لتغطية كل الفئات السعرية والسؤال المطروح في هذا الفيديو هل يمكن الاعتماد عليها حقا وهل يوجد فرق واضح بينها وبين شاشات المائة وخمسة وستون وهل أنصح بها أم لا وهل هي مناسبة لأجهزة الكونسول التي تدعم 120 إطار ولأي فئة تحديدا موجه هذا النوع من الشاشات وأيضا سأحاول كسر سرعة الشاشة لأقصى قدر ممكن وللجواب على كل هذه الأسئلة أحضرت شاشة أو بالأحرى شاشتين من هذا الطراز ووقعت الاختيار على الأو سي 27 بي وان إتش تو فخلوكم مع المعاينة الكاملة لهذه الشاشة وبدون استباق أي أحداث دعونا مع فتح العلبة لكن رغم كل التعب والمجهود أثبتت بعض الدراسات أن حوالي 90% من المشاهدين غير مشتركين في القناة لأن أغلبكم ينسى الضغط على زر الاشتراك فيريت لا تنسى ذلك هذه المرة ورغم أني جبت العيد في طريقة فتح العلبة لأني قلبت الشاشة لكن من يهتم لذلك؟ أول شيء معنا هو قاعدة سفلية أو ستاند وبعدها باور خارجي للتغذية وبالمناسبة صرف الطاقة في الشاشة لا يتعدى 25 واط يعني أنها جدا اقتصادية كتيبات الإرشادات لا أرى لها أي فائدة حقا ولا أعرف الحكمة من وجودها لأن كل المعلومات موجودة في الموقع الرسمي وتعتبر مجرد تكاليف إضافية كابل باور ثناء الرعوس مرة أخرى والغريب أني أول مرة أصادف هذا الرأس في الشاشات الحديثة وبعدها كابل HDMI 1.4 وبالمناسبة يدعم حتى 1080p 144 هرتز وبما أن الشاشة بتردد 100 هرتز سيكون كافي جدا وأخيرا الشاشة نفسها توجد عدة طرق لاستخراجها بشكل صحيح بالنسبة لي أفضل تركيب ستاند أولا ثبت البرغي السفلي بإحكام ومبروك أصبحت الشاشة جاهزة ومن حيث الشكل الخارجي بصيت جدا وكلاسيكي بالنسبة لي أحب هذا النمط والأجمل أن الشاشة رفيعة جدا تقريبا بحجم رأس منفذ الطايب سي أمر هذا أعتبره أمر جيد جدا وزن الشاشة بدون ستاند حوالي 3.3 كيلو جرام وهذا جيد جدا إذا عندك ستاند خارجي أما مع ستاند فأكيد سيكون وزنها أثقل حوالي 5 كيلو جرام لكن للأسف جودة التصنيع ليست الأفضل يمكن وصفها بكلمة واحدة فقط الجودة سيئة وستعرف ذلك بمجرد لمس الشاشة ومن حيث الحركة فالشاشة ليست مرنة كثيرا تقبل فقط تغيير الزاوية والمزعش في الأمر هو ستاند البلاستيكي فيه جزء صغير جدا من المعدن الصراحة سيئة على الأقل لو مرروا الجزء المعدني على كل ستاند لأن الجزء هذا سيكون قابل للكسر بسهولة لكن لا تقلق لأني لا أجد سبب منطقي خليه أنه ينكسر أما بالنسبة للثبات الشاشة ليست ثابتة كثيرا خصوصا عند الضغط على الأزرار الأمر هذا يخلي الشاشة تتحرك كثيرا خصوصا إذا أنت تستخدم يد واحدة وجدت نفسي أني مضطر لمسك الشاشة بيد والضغط على الأزرار باليد الأخرى أما بالنسبة للأزرار مكانها مزعج جدا وأصلا وجود الأزرار أعتبره أمر سيئ جدا في أي شاشة من الأفضل استخدام جويستيك عملي وأسهل بكثير إذا قلبنا الشاشة نجد شعار أوسي باللون اللامع وفي الأسفل لدينا المداخل واحد HDMI وبجنبه منفذ عجوز من فئة VGI مع منفذ جاك 3.5 لربط سماعات خارجية وأخيرا منفذ باور للتغذية ومن حيث المواصفات هي كالتالي وأكيد سنتكلم في كل نقطة على حدة مع إبداء الرأي لأن الفيديو مراجعة وليس فيديو لاستعراض مواصفات الشاشة أولا الشاشة 1080p بحجم 27 فوصة رزولوشن شائع جدا ويعتبر هو الحد الأدنى حاليا ورغم أن جودة الصورة جيدة لكن كان من الممكن أن تكون حد أكثر وهذا بسبب حجم الشاشة المتمثل في 27 فوصة لو كانت معي نسخة 24 فوصة سيكون الوضع أحسن قليلا من ناحية الجودة وأكيد لن أحتاج إلى أخبارك أنه كلما كبرت الشاشة نقصت الجودة وطبعا إذا بقينا على نفس الرزولوشن لأن البيكسلات ستكون أكبر فقط وليس أكثر سأعطيك مثال بسيط على ذلك تخيل أعطيك نصف كأس عصير برتقال وبعدها أطلب منك إضافة الماء تدريجيا في كأس العصير وأكيد مع كل قطرة ماء تضيفها ستخسر طعم العصير تقريبا نفس الكلام ينطبق على دقة وأحجام الشاشات كلما كبرت الشاشة نقصت الجودة وأكيد هنا أقصد أنه إذا بقينا على نفس الرزولوشن أو الدقة لكن الأمر مش دقيق جدا لأنه توجد عوامل أخرى مثل المسافة بينك وبين الشاشة صراحة خرجنا على الموضوع كثيرا لكن إذا مهتمين بهذه المواضيع فقط أخبرني وسأنزل حلقات عنهم لكن من الجيد حقا أن الحدة في هذه الشاشة كانت جيدة ومن غير المنطقي إجراء اختبارات مكثفة للحدة والكونتراست وغيرها لأنها تعتبر مملة لأغلب المشاهدين أما البانال في هذه الشاشة فهو من نوع IPS البانال هذا كان يعتبر شيء خارق قبل سنوات قليلة لكن أصبح أمر عادي جدا في وقتنا الراهن خصوصا أننا في جيل شاشات الأوليد لكن رغم كل ذلك يعتبر وجوده أمر ممتاز بالنسبة لسعر الشاشة وأكيد أن الكل يعرف أنه يقدم ألوان زاهية وجميلة ومن النقاط الجيدة في هذه الشاشة تحديدا أن البقع السوداء الشهيرة التي تأتي في كل شاشات الأي بياس التي تظهر في اللون الأسود كانت قليلة جدا وتقريبا هذه أفضل شاشة أي بياس جربتها من هذا الجانب ومن حيث تردد أكيد لدينا 100 هرتز ولإختبارها بشكل صحيح جربت شاشة بتردد 6 هرتز بكثافة في الأسبوع الحالي لكي أحكم عليها بشكل حيادي ومنصف وصراحة استمتعت جدا بتجربة جيدة والفرق كان رهيب جدا وملحوظ ولم تقصر 100 هرتز أبدا لكن عندما جربت 165 الفرق كان واضح جدا صراحة والتجربة كانت أسلس للأسف اليوتيوب يعرض 60 فريم فقط لكن بحسب ما أشاهد بالعيل مجردة الفرق ملحوظ جدا صراحة وبسهولة تستطيع تمييزه لكن النقلة من 60 إلى 100 هرتز كانت أفضل وأحسن من النقلة من 100 إلى 165 بالرغم من أن لغة الأرقام تقول أن الأمر نفسه لأن الزيادة كانت بحوالي 65% لكل قفزة لكن شعرت أن النقلة الأولى كانت أفضل أما زمن الاستجابة لدينا 4 ميلي سيجند على معيار G2G قد يبدو لك أنه أمر سيء لأنك معتاد على وجود 1 ميلي سيجند MPRT لكن MPRT شيء والG2G شيء آخر تماما الجي تو جي معناها Gray to Gray أو بالأحرى سرعة تغير اللون وبالنسبة لـ 4 ميلي سيجند تعتبر مقبولة ومش سيئة إطلاقا أما MPRT اختصارها Moving Picture Response Time وتقريبا معناها الصورة أو البيكسل المتحرك يعني إذا كان MPRT مرتفع توقع وجود غوستينج أو بلور في الصورة وكلما كانت شاشة فيها هرتزات أكثر غالبا يكون MPRT منخفض لكن ليست قاعدة لأنه توجد بعض التقنيات لتقلل من هذا الأمر وفعلا الشاشة فيها غوستينج واضح صراحة لكن يمكن تخفيف هذا الأمر بتشغيل خاصية الأوفردرايف في الشاشة الأمر هذا يزود الفولتاج الموجه للبيكسل بغرض سرعة أكبر بإمكانك تسميه كسر سرعة جاهز في هذه الشاشة يوجد ثلاث أرمار Wake, Medium و Strong أفضل شيء أنك تتركها على Medium لأن Strong أو العالي سبب لي بعض التوهج الإضافي ولكي أوضح صورة أكثر قمت بتصوير كل الأوضاع بشطر عالي جدا من الكاميرا لتجميد الصحون الفضائية في مكانها والنتائج كانت كالتالي أولا في وضع إطفاء الأوفردرايف كان توهج كبير جدا وملحوظ بسهولة تستطيع تمييزه أما في تشغيله في وضع الميديوم تحسن الوضع قليلا خصوصا في أرجل المركبة الفضائية لكن لا يزال هناك توهج منحوظ أما في وضع Strong كان الوضع جيد جدا وممتاز لكن للأسف ظهرت هالة زرقاء أو إنعكاس قميص الكائن الفضائي خرب الوضع نوعا ما وأيضا أرجل المركبة الفضائية كانت متوهجة قليلا فالميديوم أحسن شيء بالنسبة لي وصراحة أمر السرعة في هذه الشاشة تحديدا مش مهم كثيرا لأن الشاشة ليست شاشة E-Sport أو ليست شاشة مخصصة لهذا الأمر في المقام الأول وكغيرها من الشاشات الشاشة فيها أنماط كثيرة مثل مود الـ FPS والـ RTS وغيرها وأيضا لدينا عدد للفريمات مع وجود فلتر لتقليل اللون الأزرق لمعروف أن اللون الأزرق يتعب العين بشكل ملحوظ وأيضا الشاشة فيها مود HDR لكن لم يعطي نتائج جيدة وفضل عدم استخدامه أما بالنسبة لأجهزة الكونسول التي تدعم 120 إطار للأسف الشديد لا يمكن تفعيلها على هذه الشاشة تقبل فقط 6 إطار صراحة الأمر هذا أعتبر غباء من أجهزة الكونسول لأن المشكل ليس في الشاشة تحديدا وإنما في الأجهزة بحد ذاتها بإمكان مايكروسوفت وصوني أنهم يحلوا هذا الأمر بتحديث بسيط على الأجهزة لكن إذا كنت تفكر بشراء شاشة بتردد عالي لجهازك الشاشة هذه غير مناسبة لهذا الغرض أو ربما حاليا لأنه ممكن ينزل تحديث في المستقبل القريب أو ربما لا ينزل إطلاقا ومن جانب الفضول حاولت الحصول على تردد أعلى في البداية جربت 110 هرتز للأسف لم ينجح الأمر وحتى مع 105 أيضا فشل الأمر تخيلوا أني فشلت حتى في الحصول على 1 هرتز من هذه الشاشة ممكن تكون مكسورة سرعة مصنعيا وصراحة كنت أحلم بالحصول على 120 هرتز لكن الشاشة كانت بخيلة جدا حسنا هل أنصح بهذه الشاشة أم لا أولا سعرها حوالي 110 دولار والكلام هذا بالنسبة لنسخة 24 بوصة في الحقيقة لا يوجد جواب مباشر وحاسم لكن رغم ذلك سأعطيك الخلاصة وستخرج راضي من هذا المقطع بإذن الله أولا إذا أنت لاعب أولاين بشكل رئيسي وتلعب ألعاب شوتر سريعة أكيد لن أنصحك بهذه الشاشة لأنه توجد حلول أفضل ممكن بسهولة تضيف 20 دولار وتشتري شاشة 165 ببانل VA وستعطيك أداء مرضي أكثر من هذه الشاشة أما إذا أنت تعشق ألعاب AAA وربما أنت مصمم أو صانع محتوى بدون تفكير الشاشة هذه جبارة جدا لهذا الغرض وخصوصا في فئة الاقتصادية وتحقق قيمة ممتازة وبالنسبة لي أعتبر أن هذه الشاشة أفضل شاشة اقتصادية للعب ألعاب AAA على الإطلاق لأنه حتى إذا كانت مواصفات جهازك متوسطة أو قوية نوعا ما لن تستطيع تحقيق المئة إطار في ألعاب AAA الحديثة كما نعرف في هذه الألعاب نعطي أولوية للغرافيك أكثر من السرعة حسنا مفتاح أنا أعشق ألعاب AAA وفي نفس الوقت ألعاب ألعاب E-Sport بماذا تنصحني في هذه الحالة؟ في هذه الحالة لا يوجد حل يا صديقي يجب أن تدفع أكثر إذا أعجبكم المقطع أعطونا لايك واشتراك وأكيد لا تنسوا مشاركة المقطع لأن هذا يساعد على انتشار الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته